تعتبر القطط من الحيوانات المنزلية الرائعة التي تسحرنا بجمالها وسحرها وعلى الرغم من سمعتها بأنها مخلصة لذاتها ومستقلة فإنها في الواقع تعبر عن مشاعرها واحتياجاتها بطرق مختلفة ومنها لغة الجسد في هذا الفيديو سنناقش لغة الجسد عند القطط وكيف يمكن استغلالها لبناء علاقة حميمة ومحبة مع قطط لغة الجسد هي واحدة من أهم وسائل التواصل عند القطط عن طريق لغة جسدها تعبر القطط عن مشاعرها وحالتها العاطفية وفيما يلي بعض العناصر الرئيسية للغة الجسد عند القطط فإذا كنتم تحبون مثل هذا النوع من الفيديوهات فلا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا ذيل القطة يعد ذيل القطة مؤشرا قويا لحالتها العاطفية عندما يكون الذيل مرفوعا ومستقيما فهذا يعني أن القطة سعيدة ومرتاحة أما إذا اهتز الذيل بشكل سريع فقد يكون هذا دليلا على انزعاجها أو غطبها الأذنان يمكن أن تكون وضعية الأذنان مؤشرا قويا لمزاج القطة عندما تكون الأذنان مستقيمة وموجهة للأمام فهذا يشير إلى استمتاعها واستعدادها للتفاعل ومع ذلك إذا كانت الأذنان متجهة للخلف فقد يعني ذلك أنها في حالة ترقب أو خوف لغة الجسد العامة تشمل هذه العناصر اللغة الجسدية العامة للقطة مجموعة متنوعة من الإرشادات والحركات مثل وضعية الجسد وموقف الرأس وحركات العيون والعضلات الوجهية واللمسات والاحتكاكات على سبيل المثال إذا كانت القطة تقوم بالاستدارة على ظهرها وعرض بطنها فهذا يعبر عن شعورها بالأمان والراحة بوجودك أما إذا انحنت بشكل متدحرج وجعلت جسدها صغيرا فقد تكون في حالة توطر أو خوف ترجمة نانسي قنقر